موسيقى 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 عايز اقول ان حضرتك وانتي عندك التلتاشر سنة يعني عافوا لا نطلت يا حبل وانا لعبت الحجلة لا كنت وانا صغير كنت وانا صغير قوي بقى اه 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 وانا طلعت المدرسة على البيت على السجن كنت بالعب كرة كرة شرب وبشيل حديد في نادي اسمه نادي ابو سريع بشيل حديد اللي هو دلوقتي مكانه تقريبا ورد تليفزيون كان النادي ده ورد تليفزيون اسمه نادي ابو سريع يعني انا انا الحقيقة لازم اصارحك اقولك ان انا مأخوز بقصة حياتك الغريبة اه دي قصة حقيقية واقعية اه وتنفع فيلم حلوة مش عايزة جدال اه لا مش فيلم عايزة مسلسل قدي ستين حلقة طبعا اكيد لان دي يعني شيء غريب اه انك انت في سنة تلتاشر سنة ونص ما تعيشيش مراقتك ولا طفولك ولا احلامك اه ومن هنا ولا شبابي ولا شبابي ومن هنا اقدر اقولك انك انت عملية انعزالك على الناس كانت ضرورة وبعدين جيت اتجوزت اه الزوج الله يرحمه اه التاني عادت فترة طويلة طبعا نعم مش طويلة قوي وبعدين اتجوزت الزوج التاني نعم الزوج التاني كان يعزيني جدا كلمة يحبيني دي اه شوية معرفش رخيصة اه على هذا الاحساس اه اه يعزيني جدا ويقدرني جدا ولم يقبل مني الزواج الا بعد امتحان ثلاث سنين وهو يرأبني وانا دخل المصرح القومي وانا خارجة بركب ايه بكلم مين بعمل ايه بيتنا في ايه مرأبة طيب في نقطة مهمة بقى فضل بما ان الانسان حياته محطات انا عاوز اركب قطر وارجع امت ابتدت كلمة فن تخش حياتك سنة سبعة وثلاثين كانت ازاي البنت اه البيت اللي انا ولدت فيه اللي كان في الحلمية ده بنت صاحبة البيت ايه كانت عمارة اه دم بمبقادن على طول اه لما لقتني اه حزينة حزينة على نفسي امي حزينة علي لاني كنت حلوة قوي بيقولوا نعم كنت حلوة جدا وعيلة قيت اسمع يا زوزو تحب تشتغلي في الفن ده لقى في الفن يعني رقاصة ايامها الفن معناها رقاصة اه وحضرتك طول عمرك اسمك زوزو انا اسمي الحقيقية عزيزة عندن فابويا لا فالصليل يعني ايه اه وانا كل حياتي الغاز انا ما عايز اسمع فالزورة من هذه الفوزير ابويا يعني انت عزيزة ايوة نبيل امام حسنين حصلح حتة في النص صدالي وانا بتكلم اه انا اسمي عزيزة اه ابويا كان نفسه فولد اه ما جابش الصبيان فرايح جاي يقول لها محمد محمد ولا احمد محمد ولا احمد فلما نزلت الدايا رحت قاريت له مبروك الف مبروك يا سمام ده ابويا اه لا مبروك ايه قلت له بيت انما زي الامر قال لها بنت قالت له ايوة تسميها ايه تتربى في عزك قال لها ايه هتتربى بس مش هسميها مليش دعوة رحت قالت له ماما ماما كانت تقول لي انا حبيتك من ونتي ببطني اه سلام ابوك كان بيجي له فلوس زي الرز ادم سعد يعني ادم سعد فقالت له وقالك كده طب بالعند فيه بقى هسميها عزيزة اه ده سبب اسم عزيزة اه بالعند فابويا اه كلمة نبيل دي اسم العمر الطويل لك ابني اسم الدلع بتاعت ابن حضرتك اه فانا خدت زوجو نبيل يبقى خدت زوجو اللي هي ترجمة العزيزة اه ونبيل اللي هو ابن حضرتك ابني اه زوجو نبيل لما انا اسمي عزيزة امام حسنين ده الاسم الحقيقي ايوه اللي في شهادت الميلاد لا عملت اللي في جواز السفر ولا عملت اعلام شهرة عملت اعلام شهرة اه لان كل تعاملاتي زوجو نبيل تمام ما روحش في ابونيك لا انا اه اعلام الشهر اه عملت اعلام شهرة اه مع احتفاظي باسم الاب والجد اه وحضرتك كان ليك اي مصادة بالفن ما قلت الحضرتك كوة ان الست دي قالت لي تعالي قلت لها رقاصة اه قلت لي لأ هاتبسيلي لان هي كان بتشتغل ادوار الكمبرس اللي احنا بنشوفهم في الافلام دلوقتي اللي بيميلوا كده ويميلوا كده وبتاع اه اه طب ايه لزمها دي ايه معناها دي الصورة اللي بزينا حضرتك عن الفن اه الحتة دي بزينا اه الميل ده اه كويس خليتني كاتبودتها امينة محمد الله يرحمها اه خالد فنانة العظيمة امينة رزق امينة رزق كان بتعمل فيلم اسمه تيتا وانج اسمه؟ تيتا وانج تيتا وانج اه ده في المصري اه بطولة حسين صدي الله يرحمه اه وهي اه عبدالسلام شريف ايوة كان بيعمل لها ديكور كالساكنة فوق السطوح عبدالسلام شريف الفنان؟ ايوة الفنان؟ ايوة اه فنان ايه؟ التشكيلي التشكيلي ايوة كان بيعمل لها الدكور اه فوق في السطوح عندها نعم ويعمل بدل الإضاءة إكرانات اه اللي احنا عرفناها دلوقتي نعم إكرانات بقل الإضاءة مه ففي جمع قاعد شباب وشبات انا دخلة وثانية دي معايا وبعدين بصت لي يا لبس اه اوفيرول عفلت ازا بتوع الميكانيكة اه الميكانيكة دول اه حطت يديها كده اه ومليانة زيت وبوية ومعرفش ايه اه لانها بتطلع تدن بإيدها نعم يعني الألوان تعملها بإيدها اه الأستاذ عرف السلام كان يقولها هنا أزرق تقوله جاهز هنا أحمر تقوله جاهز احنا عاديين بنفرج وبعدين شافت واحد واثنين وعاديين واحدة واثنين جيت دور علي اما تعملت لي كده شكلك حلو قوي ده لا أشكرك اما تقيت لي عري رجليكي انا من صغري محبش القصير نعم لاني مانش طويلة نعم فأحب داري عدم الطول ده اه باني انا قلبستحت الركبة اه بشوية انا بان طويلة شوية نعم اظن ما فيه صراحة كتر من كده انا محترمة جدا انت شايف انا بقطعك بكلمة لا انا بانطق بكلمة انا شهريارة الذي يستمع الى شهر زاد ومبهور انا بقى معتبر نفس شهر زاد وانت شهريارة نعم وبسمعك ومعايز اسمع حكايات وحكايات المرة دي بقى مش خيال لغاية لغاية من ايامك ما افتكرش ان انا هنام ولا المشهين هينام اشتركوا في القناة